بسم الله الرحمن الرحيم ومع المراجعة point by point من الأفكار المتكررة في الامتحانات السابقة الجزء الثاني جملة جملة مش هقول اسم الدرس احنا نطلع على لوحدنا واحنا بنحل. انا عشان احلل لازم افكر بخطوات الخطوة الاولى حدد زمن الجملة يعني الجملة دي في احدى في ازمنة الماضي ولا المضارع ولا المستقبل طب بالافعال عندك توسط نت one was crying and found one is a دي ازمنة في الماضي جملة ده في حالة الماضي يبين انت عندك الجملة ده في حالة الماضى يبين ما تدورش على الم granita خلاص اي زمن في المضارع يبينها غلط يعني هاس كثيرا غلط طب هي was crying طب هي بتعيط ليه عشان الموبايل واضح انه هو cognizor يعني تسرق طيب يبقى السرقة في الاول بعدين اكتشف انه تسرق وبعدين عيطت يبقى انا بدور على الحدث الاول يبقى اول حاجة بدور على الحدث الاول يبقى انا عايز past perfect ماضي تام يبقى past simple غلط الخطوة التانية عشان احل انه ان الخطوة الاولى دور على زمن الجملة عشان تعرف تحل في انه زمن يعني past يبقى انه past فيهم الخطوة التانية دور على الفاعل اللي هو her mobile اللي هو الاسم اللي في اول الجملة وشوف هو active ولا passive بمعنى هو الموبايل عمل الفاعل ولا تلقى حدوث الفاعل الموبايل تلقى حدوث الفاعل يبقى انت عايز جملة passive يبقى انت عايز ماضي تام passive الماضي التام في ال passive يبقى فيه bin يبقى عندك have been stolen هي الاجابة والجمل بتتحل بسيستم خدو بالكو وهدي اول خطوتين لحل اي جملة في الخطوتين بسيستم خروج 9 المستخدر ووبرخي